تشكيل منتخب بكرة واضح بالمناسبة بتتكلم في محمد أبو جبل بتتكلم في فتوح بتتكلم في الوينش ومحمد عبد المنعم ومركز الزهير الأيمن اللي هيجي لك عمز وسط الملعب السلية والنيني وحمدي فاتح لي في خط الهجوم مرموش ومصطفى محمد ومحمد صباح هي الحكاية بقى لحد دلوقتي اللي شاكدة الناس كلها مين اللي هيلعب الزهير الأيمن مكان عمر كمال عبد الوينش فيه كذا خيار قدام كالوس كيروش في المباراة الماضية كذا خيار ده خيار بس الخيار ده مشكلته البسيطة في ايه ان امام عشور ده مركز سعلا جديد عليه آه لعبه شوية مع الزمالك في بعض المباراة القليلة جدا مع الزمالك بس ده بقى هلعب قدام مين هلعب قدام سادي ومانين يعني سادي ومانين انت انت داخل في فيلم رعب لعيب كبير لعيب خلاص جميل كلها جميل مصير كلها ففي احتمالية انه يرحل محمد عبد المنعين كزةيل ايمان ويرحل جامبه الونش ويجيب جامبهم ايمان اشرف كمساك تτί فممكن يبقى محمد عبد المنع بكرة هو الزايل ايمان يبقى احنا عندنا محمد عبد المنعين يا امام عشور التالت مين التالت ده بقى رائينا مش 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 عارف كStrBI فكر فيه ولا بس التالت ده رائينا انا شايف انه الانسب لهذا المركز بكرة احمد سيد زيزو واحمد سيد زيزو اللعب في هذا المركز في نهاية الزماني واحمد سيد زيزو عنده القدرات البدنية الدفاعية والهجومية اللي تخليه قدي في المركز ده بشكل كويس دي انتباعاتي ودي توقعاتي او ده رأي الفني كيروش طبعا هو احسن مننا وكيروش عنده ميزة عرقرية انه خلينا دلوقتي واحنا قاعدين مستنين مضش بكرة واحنا منتخب اتعرض لخمس ست سبع غيابات في هذه المطولة وخمس ست سبع غيابات مؤثرة جدا خلينا بقينا مش فرق معنا مين اللي هيلعب ما اي لعيب هيلعب هيبقى جامد اي لعيب هيلعب في اي مركز هيتطلع كويس احنا من مفاكين انه شيء يطلع كويس وبيطلع كويس فخلينا قاعدين احنا عمين بس ندردش في مين الزهير الايمن وهو في النهاية هيعرف الصح وهيخليه يلعب بكرة كويس ان شاء الله